بسم الله الرحمن الرحيم نبقى في شرح مقرر قضايا معاصرة في التربية الخاصة ونبقى مع الوحدة الأولى قضايا ومشكلات القياس والتشخيص في التربية الخاصة ونتناول الدرس الثالث قضايا ومشكلات القياس والتشخيص في التربية الخاصة واحد طبعا قضايا ومشكلات القياس والتشخيص في التربية الخاصة تبعا لكل فئة من فئات التربية الخاصة وأدوات قياس التشخيص الخاصة بها متعددة لذلك نبدأ هنا بقضايا ومشكلات أساليب قياس وتشخيص القدرة العقلية العامة ونتناول منها كما هو مذكور أمامنا قضية تفسير الذكاء وقياسه قضية محتوى اختبارات الذكاء قضية قياس اختبارات الذكاء للتحصيل المدرسي وقضية صدق اختبارات الذكاء وقضية إجراءات تطبيق اختبارات الذكاء وقضية استخدام اختبارات الذكاء مع فئات التربية الخاصة ونتناولها الآن على النحو التالي أول شيء قضية تفسير الذكاء وقياسه ما هو الذكاء الذي تقيس اختبارات الذكاء ما هو التعريف المعتمد أو المتفق عليه للذكاء يعني هل هو مفهوم الذي ذكره بنية مثلا أو مفهوم الذكاء الذي ذكره ويكسلر هل تتفق أو تختلف نظرية الذكاء في تفسير مفهوم الذكاء مثل نظرية العاملين لسبيرمان نظرية العوامل متعدل ثورنداي نظرية العوامل الجماعية لثيرستون أيضا أخيرا نقول ما هي عدد القدرات العقلية التي تكون ما يسمى بالذكاء لو انتقلنا الآن هذه قضية قضية محتوى اختبارات الذكاء ما هو محتوى اختبارات الذكاء ما هي الثقافة التي تعكسها اختبارات الذكاء هل بنيت اختبارات الذكاء وفق معايير ثقافة معينة هل ما يصلح لثقافة معينة يصلح لأخرى يعني مثل هذه الأسئلة وغيرها تعكس الانتقادات الموجهة لمحتوى اختبارات الذكاء أو ما يسمى بصدق المحتوى فقد بيّنت كونية اختبارات الذكاء على المجتمع الأمريكي وفق ثقافة البيض وأهملت ثقافة القليات الأخرى ولذلك يذكر كثير من الباحثين أمثلا من اختبارات ستانفورد بنية ووكسلر أيضا والتي تعكس تحيز فقرات تلك الاختبارات الصالح طبقة البيض في المجتمع الأمريكي لو انتقلنا إلى قضية أخرى قضية قياس اختبارات الذكاء للتحصيل المدرسي ما هي الأبعاد للتقيس اختبارات الذكاء؟ ما هي المعلومات للتقيس اختبارات الذكاء؟ مثل هذه الأسئلة وغيرها أيضا تعكس الانتقادات موجهة لمقاييس الذكاء اختبارات الذكاء كما يبدو من تحليل بعض فقراتها التحصيل المدرسي وكما قلنا يذكر بعض الباحثين العديد من الأمثلة تحكس تحيز اختبارات الذكاء للتحصيل المدرسي الأكاديمي إذ تقيس تلك الاختبارات ما حصلها الطفل في المدرسة فإذا الطفل لم يذهب إلى المدرسة يصوب عليه الإجابة عن هذه الأسئلة مثلا لماذا يطفو الزيت على سطح الماء؟ إذا الطفل ما رأى على المدرسة ما يجاوب على هذا السؤال رغم أنه ذكي الطفل ما عنده مشكلة في الذكاء أين تقع السودان؟ مثلا يحصل موظف على راتب مثلا معين في اليوم فما هو راتبه في الشهر؟ تسمية أيام الأسبوع اختبارات تفكير حسابي اختبارات استعال معاني وهكذا لو انتقلنا إلى قضية أخرى أيضا قضية صدق اختبارات الذكاء ما هو صدق المفهوم أو صدق البناء؟ ما هو صدق المحتوى؟ ما هو الصدق التلازم؟ ما هو الصدق التنبوي؟ نهي محكات الصدق المحتوى، صدق التلازمي وهكذا هذا الأسئلة وغيرها تثير الكثير من القضايا المرتبطة بصدق اختبارات الذكاء خاصة وأن الإجابة على مثل هذه الأسئلة ليس بالأمر اليسير أو المتفق عليه بين الباحثين هنا يكفي أن نلاحظ الفروق الواضحة في الأساس النظري لكثير من المقاييس مثلا مثل بني، مثل وكسلر، مثل جودينوف واضعي اختبارات الذكاء المصورة مثلا لتعرف مدى اختلاف الأساس النظري بين واضعي اختبارات الذكاء هذا يعني أن اختبارات لا تقيس موضوعا واحدا متفقا عليه على سبيل المثال، بني اختبار ستانفورد بيني للذكاء على مفهوم فرضي للذكاء تمثل في تعريف بيني للذكاء ومكوناته والمتمثلة في التذكر والانتباه والتآزر البصر الحركي والحكم والاستيعاب والتفسير المنطقي ونمو تلك القدرات مع الزيادة في العمر أي تمايز الأداء العقلي مع تمايز العمر الزمني وتوازل عمر العقلي والعمر الزمني للفرد في حين بني مقياس وكسلر للذكاء على مفهوم فرضي آخر تمثل في تعريف وكسلر للذكاء مع أنه القدرة الكلية العامة على القيام بفعل مقصود والتفكير بشكل عقلاني والتفاعل مع البيئة بكفاية إذن هذا الآن يدلن على مدى عمق مثل هذه القضية المسمية بقضية صدق اختبارات الذكاء لو انتقلنا للقضية أخرى قضية إجراءات تطبيق اختبارات الذكاء هل يتوفر الفاحص المؤهل والمدرب على تطبيق مقاييس معروفة للذكاء مثل مقياس ستانفورد بنية مثل مقياس وكسلر مثلا هل يتوفر المكان المناسب والظروف المناسبة لتطبيق مثل هذه الاختبارات خاصة وأن تطبيقها يتم بصورة فردية هل تتوفر الظروف المناسبة الخاصة بالمفحوص والمتمثلة في الدافعية درجة القلق لدى المفحوص هل توفر هذه الظروف المناسبة طبعا هذه الأسئلة يصعب الإجابة عليها بسبب أن طبيعة الإعداد والتدريب والخبرة للفاحص تتباين من شخص لآخر خاصة وأن مقاييس مثل مقياس ستانفورد بنية يتطلب إجراءات محددة بعناية حيث يؤدي علم الاتزام بها إلى صعوبة تقدير لأداء المفحوص على ذلك الاختبار وما يقال عن مقياس ستانفورد بنية يقال عن مقياس وكستلر للذكاء أيضا كأشهر مقياسين وهنا يصعب في أحيان أخرى توفر ظروف مناسبة لإجراءات الاختبار سواء كان ذلك للمفحوص أو اختيار مكان أو زمان مناسب لإجراءات التطبيق لو انتقلنا الآن إلى قضية أخرى قضية استخدام اختبارات الذكاء مع فئات التربية الخاصة هل تصلح اختبارات الذكاء لقياس القدرة العقلية العامة لفئة التربية الخاصة يعني بشكل أدق هل تصلح اختبارات الذكاء لقياس القدرة العقلية للموهوبين هل تصلح اختبارات الذكاء لقياس القدرة العقلية العامة لذوي الإعاقة العقلية أو لذوي الإعاقة البصرية أو السمعية مثلا لذوي صعوبات التعلم الإجابة عن هذه الأسئلة تثير عدد من القضايا المتعلقة بمدى جدوة صلاحية استخدام اختبارات الذكاء مع فئات التربية الخاصة لأن الهدف الأول لإستخدام اختبارات الذكاء تحديد موقع المفهوص على منحة التوزيع الطبيعي ومن ثم تصنيفه وتحويله المكان المناسب تربويا هذا يكون من السهل استخدام اختبارات الذكاء مع الأطفال العاديين والمهوبين ولكن هناك بعض الصعوبات نواجهها عند استخدامها مع فئات أخرى من التربية الخاصة